نقطة الأخيرة بقى الناس الرفيعة اللي عايزة تدخن يعني أنا كنت في فترة من حياتي من الناس دي وكان الناس بتعطي التارية ويا بني كل انت ما بتاكلش وانا كنت باكل يعني وما بتخنش حلوة فيه ناس بقى طول الوقت لما بيسمعوا الناس بتتكلم انتوا عايزين تخسوا انتوا نسينا ما بتتكلموش عننا ليه الناس اللي هي رفيعة ومحتاجين يزودوا وزن أو محتاجين يروحوا الجيم وحتى لما بيروح الجيم ما بيطلعوش عضلات وبيفضل رفاية يعني الناس دي تنصحيهم ده طبعا زي ما انت بتقول ده نوع من يعني نوع من الجسم بيبقى كده بيبقى فعلا صعب انه يزيد عضلات وجيناتك اللي بيبقى بيزيد بصوب وفيه منهم بيأكلوا كويس جد يعني فيه منهم بيجوا بيأكلوا كويس جد ده بنعمل لهم ايه بنزود الوجبة اللي بيأكلوها الصغنانة بنزود سعراتها الحاجات الصحية اللي بنقول عليه يعني مثلا طبق صلط وغالبا الناس دي كمان بتبقى صحية على فكرة بتحب الحاجات احط زيت زيتون زيادة احط شوية منكسرات احط شوية زبيب شوية سوداني يزود الانتك يزود الانتك بتاع الكمية الصغيرة لان الناس دي كتير منهم بيقدروش شكله كتير يعني معدتهم صغيرة طب ودكتور والأدوية اللي هي فواتح الشهيات زي زي موانع الشهيات بالزبط خطر برضه اي حاجة بتشتغل على المخ خطر بتعمل أعراض تانية تلاقي اللي بيريه وبينشف ده ريه بينشف وبيتعصب وما بينام شوي نفس الحكاية بتحصل للي بتفتح الشهيات مفيش أدوية بتفتح الشهيات كلها تسحبت لانها كتت أدوية لحاجات تانية وكتت بتفتح الشهيات ولونيها أضرار كتيرة جدا فاتسحبت تماما فهو مفيش حل اليوم غير انه ندي مشروبات عالية تصارات فالشرب بالنسبة لهم أسهل بوسط الوجبات فنزود الوجبات ويأكل محمر ومشمر يعني عشان أضراره زي ما بقولك يعني بدل ما أكل بطاطس محمرة واخد أضرار للجسم لأن الأضرار للتخين زي الرفاية ممكن أحط زيت زتون أو أي نوع زيت صحي على البطاطس ودخلها للفرن ده حتى لولادنا وزود زيت الزتون كامل لأنه صحي ما يزيده مع عدم تحميره لكن زيت زتون في الفرن عادي في الفرن عادي فممكن كده بقدت نفس السعرات بتاعة الزيت بس من غير عملية التحميل اللي بتطلع مادة بتقلل التركيز وبتعمل مشاكل وكارسينو جانك فبنعمل دينهم سمول فريكونت ميلز واجبات صغيرة متعددة وندخل فيهم حاجات شرب يعني مثلا لبن عليه مثلا لبن بودرة عليه موزة عليه عسن ويتدرك في الخلاطس تطلع حق بده كده يدوله 500 سعر تبقى بمثابة وجبة